بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صبحكم الله بالخير والرضا جميعا متابعين ومتابعات ومشاهدين ومشاهدات والله يحييكم ترحيب المطر والسير وكالعادة نقول يا مرحبا يام تابع الله يحييك ترحيبتم فيها الغلاء والمودة يتجدد اللقابكم في برنامجكم الليمونكم وإليكم برنامج النشامة يستضيف النشامة ويتمنى أن يقدم عجب عين النشامة الله يحييكم كبارا وصغارا والترحيب خاص لآباءنا وامهاتنا اللي يتابعونا وكل من يتابعنا في جميع الأعمار الله يحييكم كل من أخذ الريموت وثبت على قناة الواقع برنامج النشامة سواء أو على اليوتيوب أو في أي وسيلة أخرى فهو صحف فضل علينا بعد الله تعالى نشكره ونتمنى أن نقدم ما يرضي الله عننا ثم ما ينال على استحسانكم ورضاكم اليوم كما عودناكم كل يوم نستقطب ضيوف من توجهات متعددة وثقافات متعددة ومواهم متعددة وطبعا أكيد أن كلهم يجتمعون واتفقنا أن كلهم كان لهم في مجتمعهم أثر اليوم عندنا ضيوف أعزاء في مجال الصحافة والإعلام والرياضة وكمال الأجسام الله يحييهم ترحي بالمطر والسيل ونرحبهم جميعا بداية من عليميني أخوي خالد اليمني الله يحييك ترحي بالمطر يا أهلا وسائل حييك الله أخي مبارك رحبك رحب مشاهدين الكرام رحب أعمام الكرام متواجدين والمتسابقين واتمنى إن شاء الله نقلي معكم ساعات جميلة الله يحييك أخوي خالد أيضا ضيفنا الآخر صحفي وكاتب ومحرر أخبار معروف الله يحييك أخوي الأستاذ خالد العرابي الحارفي مرحبا الله يسلمك يا أخي مبارك ويعطيكم العافية والله نتشرف أني موجود في هالمجلس على اسم مجلس النشامة بينها وجهة طيبة وانت وني شامة وشكرا على الاستضافة الله يحييك أخوي الغالي أيضا ضيفنا الثالث الكبتن والرياضي واللي والله نقول بنا نحب الرياضة أخوي الكبتن طارق الغامد يا رحب يا كبتن طارق أياكم الله إن شاء الله كلكم جميعا بدون ذكر اسماء يعطيكم العافية جميعا على البرنامج الجيد الله يحييكم تدري برنامجنا صلا ما يجي جيد ولا يتميز إلا لا أحضره مثلكم شروعكم شروعك طيبة المجلس اللي ما يردونه النشامة ما هم مجلس الله يحييكم جميعا أخويا الضيوف الدائمين الشركاء النجاح الله يحييهم جميعا أبو صالح صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير وضيوفنا الكرام الحقيقة أنهم اليوم إن شاء الله مسرورين وسعدا معهم ومع المشاهدين الحقيقة هم من ومان وطاعة الرحمن وش عاد نبي الدنيا ما يلحق لها طرف لكن الحمد لله حضيظين وان طيب يا مبارك مبارك على اسمك إن شاء الله طيب ولا جبل الطيبين بإذن الله تعالى وملادنا كل به طيب ويعيش بالطيبين وكل يوم نبي مثلهم ويكررون العودة على خير إن شاء الله إن شاء الله فأنتم سالمين غانمين الله يسعدكم بالدنيا والدين تسلم يا عمدتنا ولا أنت على كل حال تسلمون من بعدكم أخوي أبو سعود صبحك الله بالخير الله يسعد صباحك ويسعد صباح المشاهدين ونحيي ضيوفك الكرام اللي ينورونا اليوم في المجلس ونشكر لهم استجابتهم لدعوة البرنامج رحب أخويانا الدائمين نسأل الله أن يجد المشاهد معنا المتعة والفائدة آمين يا رب العالمين أبو بجاد صبحك الله بالخير بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي جعلنا بصحة وعافية وأصبحنا بأمن وأمان الحمد لله على نعمه التي تترى والمتوالية علينا فأما الترحيب فكفيتنا أنت وبسعود وابو صالح الترحيب سواء بالضيوف اللي معنا أو بمنهم أمام الشاشات الله سعيدنا نحن معكم لكل خير وأن يرضى عننا وعنهم وعن جميع المسلمين الله يحييكم جميعاً صبحك الله بالخير يا بمشاهد الله يحييك ويحيي ضيوفنا الغالين يحيي أخيانا اللي لهم علينا برضه واجب ويحيي جميع المشاهدين اللي خارق الشاشة هو اللي على الشاشة ويحيي ملوكنا الكرام ولكن يا ربي يعزه ويحسن له الخاتمة وولي عهده محمد وأسأل الله يحفظ الجميع الماء يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم عو سول الله أنا سميها والنشمي اللي فعلاً يستاهل كلمة نشمي كل من يوم اليوم يشرفنا بحضوره الميز وبلبسه السعودي الراقي وعاص بالرأس وعنده قهوته وطيبه وعلوم الغانمة ولا يستغرب الطيب مثله هو طيب من طيبين أخوي الغالي سلطان الدوسري الله يحييك ترحي بالمطر والله ما سهل ترحي بالمطر الله يرفع قدرك يطول عمرك ويجعلنا عند حسن ظن كل طيب نتكلم تنافه والله ما عد خليتون لشي لكن اللي يقول مرحباً ترحي بالمطر أن طيب رأس ولا أنت بيجيب ألا طيب رأس ما عليك زور والله يبغل يتولح عليكم علوم الطيبة كلها ما عليك زور وولدكم ويخدمكم الله أني يقوله أنا صاد ونقول مرحباً ترحي بالمطر الضيوف والله يحييكم تحيات السيء سلامتك نقول الطيب ما هوب غريباً عليك أنت من الدواسر خوال الملوك بالعكس ما نستغربه والله وأنت يا سلطان والله ما نقولها يعني إلا لأنك تستحقها لأن شهادة الرجل أمانة وأسأل الله العظيم في هذا الساعة أن الله يكفيك شر البراية وأن الله يجعلنا نشوفك في الحلقة النهائية إن شاء الله منكم من البايزين قلوا من يا شيبان ويا من خلف الشاشات يستاهل سلطان والله نستاهل يستاهل 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 يجعل يسلم منكم هؤلاء الشباب الباقيين بقى إن شاء الله نعم لكن عاد هو القصة إحنا هو تميز بحضوره معنا الدايب الله يؤمن حريص على مجلس الشيبان وحريص على كرام كبار السن وحريص على وهذا من طيبة ولا ترى هم يجلسون في البث لساعة ثلاثة الفجر يعني يمكن ما ينام إلا ساعتين ثلاثة لكن هذا من طيبة يضحي براحتك نعم نعم نقول ما رحى بمبت راحي بالمطر الله يزيك طولة وقبل كل شيء يعني نقدم لك شكرنا وتقديرنا ومحبتنا ونقدم لك ألف نقطة خلال يجعل ربي طولة يعني دارة القناة ما عطتنا لنقاط ودنها عندنا لغيرها من الطيبة لكننا مشي البال في نقطة قدامه نقول ولا حاجة يجعل ربي طولة الله يفي وجهك وجعني ما أدمك شكرا الشي ما أطل عمرك فلا ما أخر ساكب أعطونيها ألف مع أني أنا عقبتهم حصولي فقرة بالليل اسمها بشيربي أشهد بالله أن ما هيبغلي برنامج كل ما خالفه واحد أول بركات يطلم الانتالي أول أول تعتذرت ورجعت في الصبح الله يحييكم جميعاً واحد ألف عندنا المميز نعطيها ألف نقطة طبعا النقاط هذه عبارة برنامج ألف أي صلاحية اللي عندنا ألف الألف لا باسمكم كلكم طبعاً أنا ما عندي شيء يباسمكم أنتوا يضيفان استاهل سلطان أنا لو نعطي سلطان أنا لو نعطي سلطان أنا لو نعطي سلطان لأنه يستاهل طبعاً ما احترامنا الأخوياه وزملائه كلهم لكن كل شخص يعني يعجب شخصيات معينة والله يوفقنا وإياكم لطاعته أخوي خالد الحقيقة أني وأنا أقدم في حرج لأنني أنا في التقديم حديث يعني يمكن ما كملت حتى ثلاث سنين في القنوات وأنت ما شاء الله تبارك الله يعني 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 يعتبر من أول المقدمين اللي شارك في قناة الواقع يمكن قبل حتى عشر سنة ولك مجال واسع في التقديم وفي البرامج وفي إعداد المحاور وفي محاورة الضيوف ودي يعني تختصرنا هذه التجربة ماذا تقول فيها أنا بقى بعد مرحلة الثنوي بدأ عندي هاجس الإعلام يعني خاصة يعني يعني أنا في بياها أسرة ما هو بلم الإعلام فبديت أتجه في مجال الإعلام كيف أني بحاول أقدم ذلك الأيام يعني كان في صعوبة جداً أن نطلع في التلفزيون يعني أو مثل أو أنك تطلع أمام الكاميرات خاصة يعني يعني مون بلآن موجود في السوشيال ميديا أنك تطلع الآن وتبث وتصور يختلف الوضع تماماً فأذكرني أنا ذلك الأيام أبوه تسعة عشر سنة تقريباً فرحت أتجهت واحدة من القنوات الفضائية دخلت عندهم سلام عليكم قال سم أمر قلت والله شوف أنا عندي هواية أبغى زين أبرزها وأستغل لها قالوا وش عندك يعني بالضبط قلت والله أنا أحب التقديم صراحة وأحب العلام ونفسي إن شاء الله أني أشوف نفسي بهالشاشة وأنا بذن الله قريب قال يعني أنت على طول كير يعني قلت هي على طول واذك؟ إيه والله دخلت علي ما أدري منه صراحة أذري دخلت على مدير القناة أنا أتكلم عن عام 1419 بالضبط يعني ففي كلام الأبوه عشرية 19-18 قال لي أنت من صدقك ولا تمزح؟ قلت لا والله أنا جاي فعلاً صحيح أنا آلي رغبة أنا لغب رغبة في مجال التلفزيون قال لي خلاص أوكي خليك الآن جاهز نبي نسوي لك اختبار اختبار الكاميرات وكيف تقف قدام الكاميرا وزي كده وانت كيف ترى العلم دي كاليام ما كانت موجودة مواقع التواصل الاجتماعي وانك تطلع وتشوف كيف لا كنت شوف بالتلفزيون يعني الله يذكرهم بالخير كان عندنا مذيعين قدامة يعني يرحم من مات منهم ويطول بالعمر للحياة يعني لما نكون نشوف ماجد الشبل نشوف سعد الاعتيبي غالب كامل الله يرحمه سابابا هبري منصور الخضيري اسماء قامات اعلامية يعني خدمت هذا الوطن وخدمت في التلفزيون فقلت أنا ودي نفسي كل يوم والأيام اني اطلع مثلا في برنامج او اطلع فاوقف قدام المراية اعتبر ان المراية كانت يعني هي الكاميرا قدامي كيف ابدأ فيها والاخبط لا اخفيك يعني بمعنى كان اول شي الامر الاخبط اتلخبط فيها كلها يعني ابدأ شوي عيد من جديد فالله يجزاه خير اعطانا فرصة بامانة مدير القناة ذي كاليام والله يذكره بالخير يعني كبداية هو ومعه لو تعرف اسمها حتى اسمها نشكره يا حتى انا متعودين انت كل طيب نذكره انا بقول اسمها الان هو يمعه واحدين الله يذكره بالخير وما كنت اعرف هذا الشخص زين منه مدير القناة فقلت له ممكن انت يعني تعطني اسمك وش اسمك انت ودخل كان عنده واحد جاء سمعه اللي اختبرني المصور قال انا اخوك خالد الرفاعي خالد خالد الفنان خالد الرفاعي اي ومعه واحد اسمه اي أهل الله يجب اي نعم ومعه واحد اسمه صلاح العبيد صلاح العبيد هذا كان مصور فقاله يا صلاح شوف شوف خالد اختبره شوف كيف يعني يعني فحنا بهالمجلس يعني الفنان خالد الرفاعي يشفيه ويعافيه متعب الصحة والعافيه ويممر من تقريبا سبع سنوات بظرف صحي يعني لازم المنزل ويعني فمعادي يقدر يطلع زي اول لكن حنا محقا في المكان ندعيه بالشفاة والعافية فكانت هاري بدايتي معه يعني في البداية الانطلاق مع هذا الرجل اللي اعطانا فرصة قال رح روح خلاص مع المصور شوف وفعلا اشتغلنا في التقارير طلعنا في الشارع ذي كالأيام أذكر كنا على الشارع علي العام ففي تقارير سؤال كيف تطلع مع الجمهور وسؤال زي كده وتقارير قال لي خلاص وكي توكل على الان حنا بنشوف لك فقرة بالتسجيل قعدت في التسجيل تقريبا ما يقارب خمس سنوات في التسجيل فالان بدين خطوة المباشر طبعا المباشر كان لها رهبة بعمارة يا جماعة يعني لما تقعد انت قدام تبدأ الان خلاص المباشر لا يحتمى خطأ يعني لما تدخل قدام المباشر السماعة وانت انا مجربة السماعة الحين الربيز هذا هو اكثر مع قبن يعني ايو اسمه الربيز تنتبه المخرج تنتبه للضيوف تنتبه ففي البداية يعني كانت في صعوبة جدا يعني هنا اختبار حقيقي يا استمر يا لأ وفعلا فكانت البداية فأذكر يعني دعاء الوالدين له دور كبير جدا يا ربي وفقك يعني وكان والد الله يغفر له ويسكن الجنة يحصينا يحصينا دائما يعني انتبه بالأشيات زينا ابعد على الأشيات شينا وانبوك زي كذا يعني احرص فأذكر يعني ان كان كلم لي واحدة من ايضا من القنوات يعني قال خلاص بشوف لكم يا بنس عالك فيها فهذه ايضا بعد لها دور كبير بدأنا في مرحلة البرامج المباشرة دخلنا فيها فكانت او شي صعوبة كيف انك توقف قدام الشاشة وتتكلم الحين ودي تربط تجربتك عشان يستفيدون معنا برضو المتابعين ايش نصيحتك لأي شاب الآن يتابعنا او اي اب او ام تتمنى انها تشوف ولدها في التلفزيون هل في نصايح تقول هذه النصايح تراها واحد اثنين ثلاثة انصحك بها طبعا اي نعم في نصايح مهمة جدا يعني كان وحنا طبقناها في بدايتنا اول شي الدورات مهمة جدا الدورات هذه مهمة كيف تتعامل انت مع الكاميرا كيف تتعامل في الالقاء حنا اخذنا دورات في الالقاء في فن الخطاب في استخدام لغة الجسد في نبارات الصوت اللغة العربية مهمة جدا اي نعم التصحيح اللغة العربية لما تمر تقرأ مثلا انا قرأت فترة زين تعليق صوتي قرأت فترة مواجيز كيف انت تقرأها كامل ما يكون في خطأ ما يكون في يعني نكترتبك امام الكاميرا الجملة زين اللغتك تكون سليمة هذا اهم شيء يكون فيها دورات مكثفة اذا لو بيبدأ يبدأ بالدورات الآن صار والله جاهز الآن يعني اشان لما يطلع في الشاشة ما يطلع يكون ركيك يعني بس امام الشاشة لا يطلع كم يعني خلاص هو جاهز الآن يبدأ الآن بداية انطلاقة قوية انا اذكر جاني واحد قبل فترة قالتك فابغى اطلع في مجال الاعلام ابغى يعني قد شوف انت لان عندك دورات اخذ دورات في مجال للقاء اخذ دورات في مجال اللغة اخذ دورات في قال للأسف ولا شيء قد اخذها وبعد سنتين تعال لي قال سنتين قلت نعم سنتين ما بغى حطهمك لكن انا اراهن عليك انك بذن الله تعالى حتطلع مبدع الآن ما شاء الله يقرأ اخبار في حد القنوات ما شاء الله يعني خذ دورات وبدأ فيها واغلب الناس ترى ما يدري ان المذيع ومقدم البرامج عليه ضغط مو بسيط زي ما قلت ومواقف تصير على الهواء يعني انا اول حلقة اقدمها كانت في قناة الواقع وفي برنامج اسمه الروشن في المبنى الخلف اللي عنده جتوا من عنده وكلمني المسؤول وقال تعال وعندنا برامج تشارك فيه وجيت مدري وش أنا عليه يعني ما كنت عندي خبر مئة في المئة اني بقدم على اني بشارك كضي وجيت قال في برنامج اللي الآباء والشيبان اسمه النشامة وقدمه وتراك لايف ويعطوني الرباز اول مرة وحطه فيني ويعطوني المايك ويعطوني المايك خذيت كل شي ودخلوني هواء المدة ساعتين لايف ما باقي في حياتي وقم تمام كاميرا ولا عندي دورة خطابة ولا القاء ولا يدورة بس ما شاء الله بدعت الآن عادة عاد غصب اصبروا علي وصبرت عليهم لأن الله خارجنا وخارجكم ولحد الآن نحن نتعلم ونقول ما عندنا شي والوقوف أمام الكاميرا هو أمانة بس في نقطة دعلك عليها مهمة جدا فضلي اتسألت بمشاري عن ما هي المقومات او الشخص له احسن ترى في نقطة مهمة ما احد يعرفها مسلم الرغبة والموهبة اذا انت عندك حب وشغب لهذه المهنة حتبدع فيها في ناس يقول لك انا بصير مذيع اوكي هل انت قال لا بس قد دام الناس بستعرض ما يصلح كذا لازم يكون عندك انت شغف لازم يكون عندك موهبة للشي هذا انت حتبدع حتى لو ما عندك دورات تروح تمشي الدورات صح تسقلها لكن الموهبة وفي خاصة في المجال الاعلامي وانتم اعلامين وعارفين الشي هذا ودعم الموهبة يعني حالة في البيت البيت ساعد في ذلك الشي صدق انه اذا شافوا الشاب عنده موهبة وابداع يساعدونه في تطوير الابداع الابداع حقته وانتم على المحطمين لأسف يعني لأسف يوجد عينات يقولك ياخي انت مصدق في تطلع انا قال لي واحد يوم لا يمكن انت مصدق في تطلع اذكرها ولازلت يعني ورحت واجت لما في قبل ما اروح لصد خالد رفاعي الله يكرب الخير فقال لي قفل باب وجهي صلاح في معنى يعني قال لي انت من جدك بتطلع كتيبة طلع ليش لا وكلاشني مع الباب ورحت للمقر القلاتة الثانية هذه جاينا عند دخال برفاعي الله يتزاب الخير هو اللي يعطاني يعني في المجال ترى يقول لك الابداع يولد من الرحمة المعانا كل ما تعاني اكثر كل ما تتعب اكثر كل ما ترتاح اكثر صحيح انا اتفق معي تمر علينا مواقف على الهواء كثير يعني الان انا ما يقارب تقريبا اكثر من 8000 تقريبا حلقة على الهواء يعني صيغة تقريبا حول 22 سنة 23 سنة 8000 تقريبا مرت فيها مواقف كثيرة المضحكة المحزنة تجارب جدا كثيرة اخترنا موقفين اخترنا موقف مفرح واخترنا موقف محج شوف اعظم موقفين مرت علي يعني سبق ذكرتهم لكن ما ذكرت عندكم هنا الموقف الاول انا كنت رايح كان عندي برنامج على الهواء تعطرت بالسيارة في هذا الطريق دائما اروح انا بدري انت اخر ولا تجي بدري انا ما تأخر دائما اجي على الوقت ما شاء الله مزياد من متى متواصلين من الصباح كم خمسة ونص خمسة ونص الفجر انا متواصل يمكن نفس الموقف اللي حصل لك حصل انا رايح في الطريق لك اليوم خمسة ونص متوعدين متواصلين صراحته خمسة ونص حاجة الجاي انه من الظهران انتو والله عشان نفتك من الزحم الله يحييكم فاذكرني ماشي ذاك اليوم وتعطرت سيارتي في الطريق يا ولد انا بقلي وقت صراحة بامانا بس انه يعني خلاص اران اركنت السيارة اركبت لي اقرب الحلقة تسجيل ولا لايف لايف مشكلة فاركنت السيارة على جنب وركبت يعني في دي كريم ما كانت موجود التطبيقات اقرب تاكسي وطلعت بقلي مشغول في السيارة وجالس اقرأ الحلقة جهز لها لان انا عندي موضوع اجتماعي اناقش فيه ومعي كان ضيف اجتماعي وكان ضيف رجل شيخ فاضل ايضا فالناقش فيه يعني في موضوع اجتماعي فوصلت على موعد الحلقة قبلها بساعة تقريبا في الواقع كانت لا في حد القنوات المون فنزلت وراقي جاني العداد فقعت تقرأ وكل شي قال لي المخرج فيه اتصالات اليوم بنفتح اتصالات فيه ربنا على رغبة المشاهدين قلت اوكي ما فيه اي مشكلة فبدأي الحلقة خلاص اذا بدأي الحلقة ادخل في جو الحلقة الا لكن اليوم مع السيارة مشغلة بالي السيارة اتصال ورا اتصال المخرج احيلا معنا اليوم محمود محمود اعطيها العافية بس بعض المخرجين يصير صوته واطي لما ياخذ المايك يتكلم مع المذيع صوته واطي جدا قال لي معك اتصال قلت اقلت له اتصال صبخة من الطايف اسمها صبخة اسمها صبخة انا بالي وش شو زين بجيب سطحة بعد البرنامج يقول سطحة فقلت اختي سطحة تفضل انتعالها وقالت سطحة بعينك وانت قلبك بالسطحة والسيارة الله هبالي مشغول في السطحة ضحكتنا وضحك الضيف وقال لي يا جماعة رصيارة خربخ قالت فهمت ولا لا قلت فهمت آسف ترى كلم من المخرج فقالت طيب خلاص عرفت اسمي مش اسمي قلت اسمك سابخة هذا يمكن تقريبا الموقف اللي كان يعني شوي يعني أخذ طيب موقف المحرج موقف محرج هذا يعتبر محرج لا يعني هذه اعتبره يجي الخطأ يجي لا الموقف كان في موقف جدا يعني جدا يعني مؤثر كنا في حلقة أنا وزميلي للساد علي الاموين عبو محمد طب يعرفونا الشباب نتهم العافية كنا نقدم برنامج سهرة في رمضان فعندنا أحد ما شاء الله الفنانين صوته جميل وكان معنا ضيفنا الفنان محمد المنصور والإعلامي فهد الفيد رحمة الله عليه الله يغفره اسكنوا الجنة وهذا الرجل الزميل الحبيب الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة حتى موين ما شاء الله صوته حلو أي حتى زميلة علي صوته أيضا حلو فالجنبي طبعا حدث الشباب صوته جميل ألقى قصيدة عن الأم فالقصيدة كانت مؤثرة جدا شوي يعني بيامانا يعني فيتذكر فيها أمه ويعني كيف كانت وهي معاه وهو المنشد اللي ينشدها بكى يعني لم يتحمل المنقف التفتع الفنان محمد المنصور لديته قاعد يبكي بيامانا صراح ما قدر يكمل حلقة فتذكر أمه رحمة الله عليها يعني أثرت الحلقة فينا ما تمالك الواحد نفسه لما يشاهد يعني خاصة أنه يعني عندي الوالدة رحمة الله متوفيها وأنا صغير يعني فلم ألحق على يعني إلا جزء من حنانها رحمة الله عليها وجعل ما صابها تكفير الله يا رب العالمين فأثرت لنا الحلقة ما تمالكنا فيها كانت يمكن هذا تقريبا يعني من أبرز المواقف يمكن المؤثرة اللي مرت يعني خلال تقريبا المسيرة وإلا كفير جدا على الهو بس حمدة أنا بسم المتابعين ومن يكانوا يشاهدون أخوي خالد من عشرين سنة إلى الآن نقول شكرا على كل ما قدمت وترى أنا ما قنعنا منك نطالب بالمزيد وأنا أدري أنك ما ما جبت كل ما عندك وحسن مرسليام تبشر الله يا حييك يا أخي وإحنا سعيدين بحضورك معنا معنا على فكرة ترى أنا تدرب حديد من فترة طويل عندها الرجال هنا طيب خل الحديد أني تكلمون فيها له لا تأخذوا على الدور طارق خلق بالإعلام ويجريك يا طارق لا لا لنشاهدين بني حامل ذيك أنا درى ما شاء الله يختلف الرجل هذا يختلف إذا في الإعلام وفي الحياة الطبيعية إذا استلم الإذاعة خلاص نسي الموضوع فأقولك فتدرب تحت هذا الرجل الطيب اللي طي العافي اللي حسخر وقته يعني لنا في التدريب من سنوات نعم بنجي 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 طارق بنأخذ علوم وكلها ماحد برحمونكم ومبشركم حلقتنا ثلاث ساعات ما أنت برأي حيل لأن نأخذ علومكم كلها الله يحييكم وحن ما ناديناكم إلا عشان كذا نبغى نسعد بسماعكم والمحاور معكم الله يحييكم أخوي نايف العنزي من الكويت الحبيبة شكرا على تواصلك مع أخوي أبو سعود وشكرك وصل والطيم ما يستغرب من هله ونحن وأنتم امتداد واحد وشعب واحد وذقابها وحدها ودين واحد وعقيدة واحدة ومصير المشترك فشكرا لك يا نايف شكرا له الكويت والله يصبحكم مرضى وسترور شكرا لك أيضا يا أبو سعود أخوي خالد الله يصبحك بالخير العرابي الحارثي الحقيقة كان في وقت من الأوقات كان الكاتب الصحفي مكانة عظيمة جدا وما زالت لكن قصدي في متابعة الناس وفي شراءهم للصحف وفي حرصهم على اقتناء الجرائد وبعضهم كان يحط اشتراكات سنوية واشتراكات شهرية واشتراكات لكن الآن يعني جات وسائل التواصل أظن خفت الأضواء على الصحف ولا باقي على قصدك أولا صبحكم الله بالخير جميعا واشكركم على الاستضافة حقيقة الصحافة أنت تكسد الصحافة الورقية نعم والله الصحافة الورقية شبه ماتت الآن يعني الآن هنا لو نستعرب الزمن القديم أيام كنت أطلع من بعد صلاة الجمعة تروح للبقالة تأخذ لبن والجرائد كلها تمام الآن لو تشوف واحد يقرأ جريدة تستغرب صح فهو الآن الوسيلة تغيرت الوسيلة طبعا وسائل التواصل الاجتماعي هي طغت على الصحف يعني صار الواحد بدل ما يأخذ جريدة ويقرأها تجيها يدخل على موقع في في السوشال ميديا ويأخذ كل الأخبار منها وما عاد يحتاج ما عاد يحتاج يأخر جريدة الصحافة لازالت موجودة الصحافة موجودة يعني اللي يقول والله الصحافة انتهت غير صحيح الصحافة موجودة ولا تزال هي موجودة لكن ما هي زي أول ولا تزال أنا أتكلم أنت تكلم عن الصحفة الورقية نعم الورقي طبعا نقدر نقول شبه انتهى الآن يعني خلاص لكن الصحافة لازال موجود المواقع الأخبارية اللي في تويتر أو في السوشال ميديا من وين يستمدونها أصلا يستمدونها من الصحافة ما هو يجيبونها منهم واشو بعض الصحف صارت تحول من ورقي إلى أكتروني أكثر الصحف هي أصلا الصحف كل الصحف عندها أكتروني ورقي وأكتروني وفي بعض الصحف أقفلت الورق أعطوا الضيوب أقفلت الورق واصبع عندها أكتروني حين لو نستعرض القديم يعني كانت الصحافة الأكترونية هي متفوقة على الورقية يعني جاء يوم من الأيام عندما بدت الصحافة الورقية تتراجع الصحافة الأكترونية كانت في عزها ويعني تذكرون بعض الصحف كانت وجبة دسمة الصباح تدخلون عليها وهي من الصحف المشهورة الأكترونية كنا نشترك ونتبع فلوس ونحرص يومياً مطلوبة عشان يجيك رسالة رسالة الآن الصحفة الورقية الأكترونية برضه انتهت أنت الآن في موجة أو في يعني تقدم سريع في وسائل الإعلام الحديثة حين وصلنا الآن إلى الإعلام الرقمي أو الإعلام الرقمي هي في الآن حين وصلنا خلاص أو على وشك نوصل اللي هو إيش الذكاء الاصطناعي وهذا الذكاء الاصطناعي أو دخلنا فيه لسا لسا احنا ما تعمقنا فيه تمام؟ هذا الذكاء الاصطناعي هذا خلاص بيقضي حتى على السوشال ميديا الان الاشياء اللي نشوفها الان هي العملية ايش عملية تسارع في الوسائل الاعلام انت الان ما تحتاج تقرأ جريدة المعلومات جيك على طول على الموبايل حقك صح ولا لا في لحظتها انت عارف الان الواتساب هذا ان اكبر منصة اعلامية واسرع واحدة احنا اللي نستهين فيه الواتساب هذا اي حدث اي حدث يحصل الان في العالم على طول جيك في لحظتها المعلومات جيك فحنا لازم نوم منبشي هذا ليش ليش انا اقول الكلام هذا هو كثير من النقاد عندما تراجعت الصحف الورقية ويعني اوشكت عن الهيار حملوا المؤسسات الصحفية او مسؤولي المناصر الصحفية المسؤولية ليش ليش ما طورتوا انفسكم ليش ما طورتوا المحتوى انتم سبب في انهيار صحفكم هذا غير صحيح هي انت غصبا عليك سواء سواء طورت لما طورت انت في موجة سريعة تمام انت انت مرتبط بالمتلقي انا انت انت القاري صح القاري انا ما عندي استعداد اقرا جليدي حتى لو طورت محتوى انا انتظر معلومة جيني على الموبايل وسلام عليكم انت بيه عشان بيرت عشان علم كنو كلنا ترفلهم واحد ترى حتى القنوات التلفزيونية بتلحق الجرائد الصحفية الجرائد الولقية شوف ذا الحين احنا القنوات ما هات انتابعها زي هو يعني ذا الحين يمكن او اسأل بعضكم اقول متى تكيت عندي الشاشة ولا ما هب زي هو لا يستخدم وراها الجوال خلاص الجوال هذا غزاء جميع الوسائل الان بالجوال يطالعوني لا يمكن ان باريات ممكن اخبار رسمية او عيال ان يستخدمونه للسلي بس ترى مفيد وضار اللي هو مفيد وضار اللي هو التلفون هذا السوشيال ميديا وذي الاشيات كل شي حتى التلفزي حتى الجرائد من اول فيها يسلبي ويجابي اي بس اي وسيلة يا اخواني حتى السكير اللي يستخدمها في البيت ان اقطع بالباكة نعم ترى فيها اي بس لا زي هذي والله انا متعبة متعبة من ناحية الصحة مزعج ترى الان ما تدخل مز مجلس او شي تلقاهم طول الوقت على الجوالات يعني حتى انا جاي اجلس معاك اصولف ما تلقى احد يصولف مع بعض كل واحد لابس نظارت ويطالع في الجوال في الواتساب وكان يتابع البورس اي صادق يعني خربت المجالس انا في حسابي اقول المجرم اللي يكتل مجالس انا المجرم اللي يكتل مجالس انا صدق يعني اشوفهم الحين في الاعياد في كل يعني حتى ساروا الصغار الكبار الحريم كل العالم بالجوالات انا جاي اجلس معاكم واخذ سوالفكم واخذ عنومكم انت جاي بالجوال حتى الان لما يروحون استراحة ما سارت الاستراحة معناها اني اطلع من جو البيت والكتمة وهذه الاشياء واطلع في جو جديد فرش العب كورة سباحة سوي رياضة سوي اي حاجة اطلع من الجو حق البيت التلفزيون وما التلفزيون تلقى العالم كل شغال على الجوال من يوم يدخل الين يطلع هو على الجوال يا اخوي طارق والله انا نفعنا هذا الجوال ماشي انا انا بسمي بسكم اشكر كل اشكر من اخترع هذا الجوال والله انه خدمنا والله صار يسليه من اراد ان يستخدم الخير انه كفانا وسهل علينا الاتصال بالطيبين شرواكم او بذي باهل القربة او الارحام وسهل علينا ان حصول على المعلوم هو سهل علينا ومع هذه الدولة العزيزة في حلقة لنا سويناه في بيت الحكمة مع ابو صالح واخوياي قلنا الحمد لله اللي اعزنا الله بهذا الدولة السعودية قد حكومتك في مخباك حكومة المملكة العربية السعودية كلها في مخبأي سعودي راجع وانت منسديح في بيتك اي وزارة اي مكان اي ادارة هذه نعمة من الله تعالى مع انها كل وسيلة وكل حاجة اخترعت لها سلبية ويجابية كله 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 مو حتى بس التلفونات وهذا حتى الرياضة حتى اي شيء زيادة عن الحجم ضرر طيب مدامنا وصلنا الاحجام وتكن تكلم عن الرياضة وعن الرجيم ولا بعد الفطور اخاف انتكلم قبل الفطور يؤثر على بعض اخوي انا ما يفطرون ولا ما فطرين مفطرون يعني انكم تأثرون ولا لا وادري لا حلف عليه بس بالعكس بالعكس تأثر انا خبرك لابتسوي رجيم طبعا ايه هنا الخطة موجودة ودائما تقول بعد المطول الفكرة موجودة ايه منشأة وجاهزة لكن التنبيه بس البدع بالعمل باقي لك بتتفاجأ بتتفاجأ من ردي لك الله يحييكم اخوي طارق يقول لك العقل السليم في الجسم السليم هذه عرب نامية ما نصغر والحقيقة ايضا مع وسائل التواصل الان والراحة واعتمادنا على الكمبيوتر وعلى الاجهزة الحديثة استرنا ما عاد نشتغل سواء الرجالة ونساء وانت متكي مكيف بريموت التلفزيون بريموت الغسالة بريموت الباب بريموت كل شي بريموت يعني ما عاد نستهلك مسعراتنا حرارية شي وش الحل في رايك العودة للصح ما يصح للصحيح في الأخير الرياضة اذا ما رجعت للرياضة الآن انت ضايع 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 والله قوية الكلمة هذه ضايع ضايع وتايه بعد الدنيا ما تدري عن نفسك لان مع الحياة انت اذا ما تتمرن ما نقول لا ممكن ما يجيك مرض انت ممكن تكون رياضي ويجيك مرض لكن مو زي الشخص اللي يكون ما يمارس رياضة عام مرة ما يسوي اي حاجة اي مجهود رياضي عرفت فاحنا لما نقول لك ارجع للرياضة احنا مشكلتنا ما عرفنا الرياضة الا يعني في بعض الشباب الكبار في السن وهذا ولا ما عرف الرياضة اللي متأخر بغض النظر انه في ناس يكون في نسبة من الشباب يكون عندهم خلفية رياضية لكن احنا ما نعرف الرياضة ترى اللي في القدم صورة القدم في الأشياء زي كده لكن كرياضة حديث دفاع النفس ألعاب فردية ألعاب جماعية ما نعرفها ما نعرف ترى لما تيجي تتكلم تقول انت الحين لو اسألك سؤال من زمان الحين في الكبار في السن تيجي يقول ياخو انتو محقين كورة حتى في الرياضة لما يجي الحين انا مدرس رياضة ولا شي فيجي يتكلم معك احد مدرس ثاني يقول ياخو انتو بكلكم بس ترميل للطلاب الكورة مو صحيح الرياضة اسم شامل لجميع الرياضات والكورة نوع من نوع الرياضة جزء لكن لعبة عالمية واشتهرت عند الناس كلهم العالم كلهم موظف عنها بس لما نقول جزء لا نتقول جزء يعني ما اخذها اكبر حيس لا هي رياضة من الرياضات بس فعلوها اكثر وصارت باينة اكثر للإعلام العموم الله يحييكم جميعا وبنرجع لك ان شاء الله تعطينا نصائح عن المشي وعن ثقافة المشي وش الاسباب المعينة على الرياضة وعلى المشي تجربتك مع الرياضة هل الرياضة وكمال اجسام هو للدعاية او للتفاخر بشكل جسم او هو حاجة صحية وحاجة نحتاجها هل الناس الآن غلبهم يتجه للنوادي الرياضية فعلا ان ثقافة الرياضة وان العقل السليم في الجسم السليم تشوف انها يعني منتشرة في المجتمع ولا هي بس يعني من باب الثرف وموضة عند بعض الشباب كل هذه المحاور بناخذها معك ان شاء الله بعد الفطور الفطور وحنا بس اعطيني محور محور لانا قدخلت في محاور كثيرة لا ما حبيبي حنا عندنا البيع في جملة ما في جملة نعم لانا 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 صدق شف لما تعطيني محور محور ترى في ذا الناس هي كلها تعالوا محور واحد بس كل محور يجي له ابنيات لا لازم نبين لأن في أشياء كثيرة لازم توضح للشباب أبشر يا كفتن أبشر دا الحين نبغاكم تفطرون نحن كل يوم عندنا عادة في هذا المجلس يفطرنا واحد من أعضاء هذا المجلس والحقيقة أن فيه واحد فطرنا كثير جعله يسلم وعوايد الجميل وهو خوينا سعيد بن مشبب التبيري الغامدي ومعزبنا اليوم والله أنه البارح راسلني وقال قلت ماذا فطور عائدي وقال طيبة بش العائدي الحقيقة يعني أنا قصد يترك الرسميات وهذه الرسمية جاب السمن والعسل وجاب العذبي يعني يسلم دو مضيفانك يا أبو مشبب الله يغني ويعوض إن شاء الله ترى ما يسمع سلطان أنت يا أبو عبدالله فيك مابل كفاية يقول سعيد بن مشبب مرحبا بالحاكم على اللي مهبقد غلاق تفضلوا الله يتفضل خير يبارتي تفضلوا يضيفها الله قوموا واللي الماء يكفي مخباه لا يتكع لا لا لحنا على الهواء يا شيخ خالب 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 تأيب لا تفك طاح والله الحي يمي ها عندي الباب تحت الباب روح تحت الباب خالد قابل عيد خالد خالد حياة لا بس الحمد لله ما أحد جاء حنا هوا طبعا ليه انت ندي الحلقة ترى هذا العيش نوريكم ياه اللي يبقى العيش عيش اللي راح لجلسة وياكل من الله أفهم عدف عنك شاهل يجي ما أعرفت الله يبينا ضرب صد خليك خليك رجال معذور. الرياضي مصاب مشكلة. والله يلا كباتلنا الرياضي. أنا ليس قلت لك ببداية قلت لك. لا تفكر انه هنا رياضي ما يصاب. طيب اسم عسمع بنقرب لكم من هذا. حطوا نفداكم في الصحون. منعطيه. 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 منعطيه نفسر ولا لا. اجلس. الله يحييكم. تحيت الشيء. اعذرونه. حلف تعالي يا ابو عبد الله ما نجلبه طرح أيضا. والله يحييكم. انتبه الكلام يا ابو مشبب. والله يتعبتنا ويتعبت الريقي لبعدك. سلامة. نبي باش نشرحنا بما انه غامدي. ما شاء الله. لا يشرح النار معزب. المعزب نفسه. خليه. يا ابو مشبب. اجلس هنا. نفداكم. والله انتجلس. والله انتجلس. انا حلفت انتجلس هنا. حلف حلف حلف. احنا على الهواء ونبغى نستفيد ايضا من حتى الجلسة دي. ابو مشبب. هلا. كي عن رب يجود عليك. يكثف الخير. وهي ما انها عوايد يا ابو مشبب. ما لكم. اشرح للمتابعين على الاكلات ذا اللي يسويتوها. اسم اسم. واحدة واحدة. سلام يا اسم. ايوه. هذي. يا ليت المخرج ياخذ معنا. هذا طال عمرك انسع مني عيش. هذا. يسمونه عيش. نعم. العيش. نعم. اللي ياخذونه بالمصوات ويسوينه. عيش يدراه ويدخل. نعم. وهذا يا طيال عمر انسع مني. من هذا اللي قدامكم. مصابي باسمه والله. مصابي. نعم. هذا من اكلات وهذا اكله هناك عريكة. والخبز معروف. هذا خبز. خبزة. خبزة غامضة هذه. تعاليني يا تربي. الحمد لله رب العالمين. حبيبي لو انك اقول. حمد لله. ترى اني انا ما احب ما احب انكتصب ولا ولا العربي اقول الشاهي. الشاهي بعد الهطوة. نعم. اجلس هنا ولا هنا. اذا سمح. اذا سمح. سلام. تعال العرب والده. تعال هنا حبيبي. تعال هنا تطيق. جنبي هنا. تعال هنا العريكة. انت وتك تاكل من العيش. بصرك. هو عندها العريكة هزال. الله يحييكم. يا نافذة من جن. كانوا ديني الهطالي. بينها وبين العصيدة. ها العصيدة طال عمرك انسع مني تخفز ويوخذ بها المرك. اياه. والعيش ما هذا ما ينخفز. بس انها انت غمق لالهن لساء العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. وش فيكم. هنا انا بطاس اشي ام دا اقولكم. انا والله بغا تصب العسل واستمن فوق العيش. ولا وين وديت. ها? لا لا تصبه ولا تدمره. خلي اللي يبقى يوش. خبصه. العيش اللي انا بدون ملعقة. هذي كل ملعقة. الحمد لله. كل جاني كده من جان. خبرة فيها. حارثي منين ويعرفين. منين وجاء الحارثي. مننا فينا. حارثي. انا ما يعرف العيش ولا يعرف. عندي بصوات في البيت. يمزح مع خالد قلتم يعرفونها بالحارث يعرفون كل شي. يا وجهال. رابعنا ويعرفون. والحمد الله. ذا الحين ابشركوا من من. اصبحت العالم ما هو بس السعودية قرية. والسعودية بالذات اصبحت قرية. فاختلطت الثقافات. تجي عندها نجة تلقى اكلات الجنوب. تجي عندها الجنوب تلقى اكلات نجة. ويجدونها الآن في البيوت كلها. والجوال ذا ما خلاش شي. الحمد لله. الحمد لله. سلطان الدهر. زي الاكلات هذه. ها? سلطان الدهر. ما يعرفون لما بلعك. صدق. ما يش? ما تحس كي لما تاكنها بيدي. حال. بيدك. منها القيا. لا ودع لنا. نعم. ما استطيع. بس بهضة الناس يتحسس. والله هي انا ما اكدر اقول للناس شي. انا ولله ما اكل لبيدي. وحتى اني احسافر مع اقوي انا مسافرت معه. رجال اني ينحن. بعض الشخصيات الكبار في الدولة خارج المملكة والدول اللي برا. هذا من عائد. والله انا اخوية يتحرجون. لا. سلطان الدهر. يقول ترى طوي العمر يعاين فيك ولا وانا اكل بيتنا. وهم بالشوكة والملعقة شرحوا لي وقالوا حط الشوكة في ليسار وحط السكين في المين وحنا في الخارج والله سواء في تركيا ولا في سويسرا ولا في تونس ولا في المغرب ولا خذينا جولات عييتنا كلها بيدنا لكن فعلا المطعم كل ما حد يأكل بيدنا ما عليك بسيط وبعض المطاعم عشانهم ما هم متعودين حد يأكل بيدنا حتى المغاسل ما تلقى وغير تمسح بالفاين الحمد لله الحمد لله جعلك والله ما تأسر يا أبو مشبه الله يغلب عليه ما جسرت والله أنا عوايدة ما يبي الجديد ولا يبي تيمة هذه عاشر مرة عليكم زود ولا فعلنا شي هذا يوم ما شاء الله أعطاكم بور نعم المشكلة لها نظرف الصحافة ذا الحين نظرف العيش والسمن والعسل ثم يقوم نتعاند نتكلم عن الرجيب لا 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 نتخليها يا ريالك المحور ده الغور لا بالعكس لا بالعكس ونكبو سعود ما شرأيك الغور أهم محور اليوم والله نحوار نحن نختدق بيه بس حرك أذكر واحد من أخوين أنا هو حريص على مهتم بالأجسام ومهتم بالصحة لكن دائما لا من نجينا على أكل قام ينصحنا عن الرجيم وقلنا يا ريال ما تحاول أن تتقدمها هذا الموضع الجديد لأكل ولا بعد لأكل خلنا ناكل هذا الموضع الجديد حق الشباب اللي كل واحد إذا بدأ في حديد ولا شيء جاء قال أنا ما أكل إلا وجبات صحية أنا ما أكل مدري إيش أنت خسرت فلوسك بدون فائدة هذا خريط كله والله العظيم كل باعتدال كل باعتدال شبع نفسك لا تخلي نفسك ايو أمشي وتحرك وتمرن بالعكس ترى أنا قيل لك حسن ما ما جاء تعطل تعطل في الطريق أمس كان مريض واستاذا واليوم تعطل في الطريق وحسن أنا بلتفتل التفاتح بس ما أدري متاع لكن الرجال طيب كل يوم تعطلوا ولا والدياء تحاجة بغضيفة الحين وأنتم الحين موجودين يهمني أنك لما تأكل تهضم زين هضم زين كيف يعني يعني تأكل اللقمة ما تخليها تبعح يعني تكثر المضغ ايو المضغ مو بش تبلع مو تبلع على طول في ناس سبحان الله ما يأكل على طول بس يحط اللحمة والرز صندوق بريد يدرمح الحكمة الحكمة لأنك أنت الآن الجسم كيف يمتص الشعارات الدموية تمتص بتعيب هنا لك أب الأشياء المفيدة ترى أنه صائفة يا طارق عشان أنتو بتعيب هنا لك لا ترى أنه الحكس يابم جبب نحن نقول ليه يشكل وتمتع في الأكل أطر الملادي لا ترى هذا يسميه لا يسميه هذا يسميه هذا يسميه الزحمة يعني الزحمة الزحمة يعني ينزلط والله يلي ما يأكل لن يملى بطنة يجي النهار ثاني أو طاقة الصفار ولا حال تحال لكن كل كله بالعافية يجي تنهب عين مرموة هذا من داعي أبس الله ربما حب حبص الحمد لله واشي قاله قاله والله عندك حشاجة في العضاء حشاجة من عدم لك نعم من قلال عيشة هاي بسيار الأرواية يلبحهم الجوع ولا بالحلال لنشاطوا بس يشتغلون انت ما تأكل الشيام لا والله يشتغل يناس يصرح الأشياء معينة بس يأكلها ما ينوع صحية نوع كل شيء هذا العيش يا أبو مشبب هذا العيش أكلها مفضل عند أمي الله يمت في حيالها وآفضل من يسويه في القرية كلها لقى عندنا زوائي كلهم قوا عند أمي يقول أن أعيش للطف يحرصون الموجود تابعنا بشركنا تتابعنا تحسلها الخاشم ومن يقول سالم ويسلم من تحديد من يقول سالم الوالدين هذا لا يضع العمر نسع مني أنا فيه يعني شوي جلا لأني أصل هم الله أن يحس قلبي بيتقطع من عروس جاوبني بحربة لهم الله يجزاك خير ومن يسمع وإن شاء الله أن يسكرهم بسيطة أمين أن يجعل كل ما نقدم في هذا الدنيا لهم يصيبا بيه وعطي أمين أبشرك إن شاء الله نواديك على خير اللي يخر منك ومشبب على خير بإذن الله لا ينساه من الدعوة ولا ينساه من الصدقة ولا ينساه من من حتى التمذيل التمذيل الجيد ترى ترى مجرد أنك تخالط الناس بخلق الحسن ترى تمثل والديك وموك وابوك واسرتك ومجتمعك الله يرحم شيبان وضبوك أي والله ولا قالوا هكرا 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 الله ببا الله يجعنا وياكم من لي خير صغراء لا صدق والله موجودة لا موجودة ولا ما يموجودة موجودة هذا اللي نقوله لدينا خط الموضوع اليوم ما يمتحدث عن الأدب وإحترام هذا في الإحراء كن الناس ما يسلمون يعني الله يصلح صدق الله 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 لكن الرجل يفهم ويقرأ ويشوف الأمور يا طيو العمر بعين الاعتبار كل شو لو لدينا هذا ما يخليهم يشتمون والله إني بغيت إني بغيت هذبح وينذبح على شتمة الوالدي واحد مرة هنسع مني وهي لغوتهم يلعن الوالدي ويشتم والدي الله يجيرنا وانتم خطأ فالحقه ما أتضارب أنا وياهلي رحنا يمكن لو شتهم كانت عهد لو شتهم أنا والله ما أتر صحب ما الوالدين يا أخي ها أنت سمع مني صعب الله يبيح منه هو يسامح هو يججى خير ويتجاوز عنه وعنه وهو الله يسامح ضربته يقول أنا عندي خبر يقول واحد ضربته لندخل الطواري لا 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 ما ضربته يقولون ما ضربته وغالي يا ربي عافية ومن أسمع لكن إني تلبت نوعية على سب ذلك سمي ورحنا للسجين ورحنا للشباب مراحلية أني لا تفكر أنها في شيء على طوال في المرحلة أول ما يبدأ الشاب يبغى يظهر نفسه هرى لما يكبر يبغى يؤريك أنه أنني رجال وأنني أقدر أسوي كل حاجة هرى فلا تستقبله يعني بعض الكبار في السن يناظر الشاب يشوفه كذا يفكر أنه يستهيم فيه لا لا تستهيم فيه بالعكس خليه عطي فرسته وشخصيته وأدبه مشيه في الطريقة الصح إذا شفته يسوي شيء غلط قل له ترى حبيبي هذا غلط هذا كذا غلط والرأي لك فالأخير أصلاً أنت إذا زرعت فيه الرقابة الذاتية من البداية ما تتعب معه خلاص عنده رقابة ذاتية عنده خطوط حمر ما يتجاوزها يعرف أن هذا خطأ لكن أما طال عمرك دائماً تلقله سو 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 افعل ترى هذه ما هي ما يبتل تبونا الصراحة والله يا الشباب الأيام هذه إنهم في نعم تم ما حد حل بها يا ري الكل يدلح وكل يقول يزب دلات ميعي الشيبان يدلعوا والمدرس يدلع وهذا المشكلة يريد حنا نشيره في أماكن حنا أبو يضربني وأمي تضربني والعاقل في الجماعة يضربني والجار يضربني والمدرس يضربني والعرب كلهم ومشينا وطلعنا وذبينا الرقل والحمد الله ذا الحين يا زبدة لا تميري ولا تخربوا نفسيته لا تقولوا به لا والد لا مستعام المشكلة الدلع الزائد هذا الله الجيل ولا هضربوني بالشوق السلام الله يبي يحمي أنه يبرش العصار على قديدة وينسكها ويغضري مني يمكن أنه كنت عاصي ولا مشقي يتيم وارغد عن الحلال لا عندي خبض الحلال تدعيله وتشكر فيه تدعيله وتشكر فيه السلطان أنا شوف لكم بعض المواحدة يقول أعينه يقول تدعيله تدعيل المدرس هذا هذا اللي تقول ضراء بالنعم أيوة أيوة لأنه ما كان لمصلحته ترى الناس ضراء ما يدلون باللي نعيشه هنا إننا مقفراً علىنا مضبوط ولا الروح ولا نيجي كل مننا محتاج الثاني وتمرون بالتعب نفسي تخيل يا أولد أنك عايش إنك شخص عشت أنت معه أكثر من جلست مع بعض أكثر مما تجيس مع أمك وبوك تجيس مع أمك وبوك تروح تيجي تصدف البرنامج هنا مقفراً علىنا هنا خلاص متعود على سؤال حتى لو أنك مات دانية تقتبقضها دقيقة وتشتاق لها دقيقة تصادقون غصف لو كنتقافصون في دقيقة ترون في دقيقة يعني عشنا حياة حدك عليه الزمان حدك عليه الزمان خلاص العرب من أول يومهم يحتاجون البعض كل منهم قلبي مع الثاني للحين يوم العرب اغسنوا حتى الواحد ما عاد يحتاج لا لولده ولا لأخوه خلاص صاروا العرب كل مبعيد لكن اللي احتاجت أن ترويزك اجتمعته تولفته وقربته من بعض فلنا والله العظيم إنه لا تطلع مننا واحد إن تكون تسنين الواحد ميتاً عند أحد يعني فعلا مواطف إيو والله لأن عشنا ما يعيشون لن يعيشه إننا مقفراً علىنا نجلس مع بعض أكثر يعني أنتم طول وقت تكون في الموقع حين ما نطلع كل أسبوع عرب نفسية يسوون برايم يطلعون واحد منهم يلو نرقل تسوى ناكل تسوى لا يطلع بره البرنامج كلنا تعبع حد تطلع عليه تسلع جروح يا له خصوصاً عادلة من طرعات رجال الغالي هذا ليت عبناء والله كلكم كهو يجي المخرج يقول فيه تداخل بالأصوات يعني نتكلم واحد أعطوه مجال لنكم نتكلمتوا كلكم ما عاد يسمع المشاهد ناكل من يري ننزل حينما ناكل ناكل حين ناس شوف الأجوال أنا أخفي كنت أقدم فقرة وانشي يعني أول يعني ما نريب أن تفعل معهم لكن شوف بعض المقاطع فعلاً فيهم بكا وزي كده يصير فيها يعني لما مثلاً واحد جاي أمه أو جاي أبو أو جاي مثلاً يودع زميل له ففي مواقف مؤثرة شفناها في أولكم ترى الانقطاع عن الأهل في انقطاع عن أهلك شفت أنت لما قالوا تطلع من حياة أمك وبوك وتدخل في حياة شخص ثاني بعد ما تزوج فهنا طلعتت من حياة أمك وبوك وهلك كلهم وجلستت مع حياة أخولك تعيش أنت وياس هو خذ مني كلام تحميذوا ربكم على الأمهل ينتو بيها كلام والله لا خفتوا من دي ولا خفتوا من جوح ولا جاكم برد ولا جاكم حاجة ومغير الشهرين سوي سواة الرياجين لنسا منهم من المراقرة لديعك الله يكرمكم والملايكة شفت أني معدمك وفي الحسوة والطبع يا سلطان اسمع اسمع قل إليه لله أنا عارفوش في خاطرك لكن من جاء على دربها والله العظيم ما يحن سواء قريب ولا بعيد ما تدري من اعتراض لها من اعتراض لها بعض الأحيانة تقدر لك ناس تقدر لك ناس وبعض التقدير ينقلب عليك لكن أعطك الرجال الحق والله إن شاء الله هيا رأى التقدير إنه يبقى مقدر ها نشهد يا سلطان لبيه ما اعتراض ملك والجميع أخيانا وعتبرهم أبناءنا إنكم في سن عيالنا ما الشك زاد وأنتم مطاليق وأبناء مطاليق لكن أنا أحذركم ترى عندنا شيبان مثل ابو مشبب ومثل ابو علي الشمراني ومثل ابو صالح ولو بدنا يوم من الأيام نجيبهم ونخليهم مشرفين عليكم مارفع وعشرين ساعة لا تقدرون تردون عليهم ولا تقدرون تبدون يديكم عليهم حراج انتكلمنا قهار ونزكتنا قهار هذه والله تحلوها وخاصة بمشابة ما عنده اللي رجل ما عنده اللي رجله السلطان نصيحة والله إن شاء الله إنهم يقدرون الناس والله نرضى بيتعرض كنت مع مستوى ثانوي يعني عارف اللي السن هذا عنفواني أكثر عرفت؟ انت لم دهرس ها؟ واندهر لا لا ما شاء الله أعلم أنا عنفوان فيهم كده الشباب لا تنفع أنا أنصح نفسي قبل من حرك لا تنفع والله هذا بنهدم لك هل هو من الهدى شوين؟ ها؟ أبعلمكم بلوقت طمحة جدريمها من شاء الله أبو زياد أبو زياد دامكم جبتوا طاريها من شاء الله أحيان العيال عارفين وزني كان يزين عطنيهم كان ما بزيننا فيه ينطل كلمة أو يسوي حاجة العرب ما يدرون بها مضبوط وانفعل لأنه يحسبون العرب أن يلن المخطي وهو اللي يسويها عشان أمثعل والعربي يشوفونه بريء هو بريء هو بريء ويأخذ النقاط أكثر منك ما يبنقاط أي ما فيها خاصم ولا شيء لا بس يشوفون إخلاقك أي وهو كزنيب ها؟ وأنا أجيك نطفي منه بعض الحيان أبنيني يجيب ما يحكم اللبمة اللبمة ما يحكم حلو إذا تخلي العماغي ما يشفين عليهم شايف والله ما تلكعهم شو الله بسعدي أنا البارح أرسعوني بل خاصم قالوا طلعوا أحد من العيال قال الله فقرة خبايا قال خصم خمسمية نقطة ومتخصمها عليه هذه اللعبة لازم كده اللعبة كده الفقرة مقدمها أسلحة القحطاني المهم يعينوني عنهم قال خصم على السلطان مرتين سوهم إيه سوهم مرتين ها عوضك الله اليوم عوضني الله اليوم أصلا مكنتوش العلم وكل الخصم علي حتى في البراهم يختارون من إذا خليت حصانة قالوا السلطان يجيب طيب اسمعي سلطان أنا أعطيتك باسمي باسم البرمج ألف نقطة وأعطيك ثاني مرة ألف نقطة من عنده مشبابي بيعطيك إياه أم كيف تستاهل ما يجعلني ما ذوق حزرك تعطيه أم لا تعطيه أعلنها سلطان الدوسري كاملة من حزبه مشباب يستاهل يستاهل وأنا أبو مشباب أنا منها القدام حيدا 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 إذا مسجلوا بالله يا مخرجي بسلطان الدوسري ألفين نقطة ألف من عندنا وألف من عنده مشباب تقدر تعطيه نحنة بعد نعطيه ألف لا أخا بنا عارة تخرب الشغلة إيه وفا حكس الله لكن أحيك المقدمة لا أسمع أعلمهم بسر لا أعلمكم بسر أنا أبغى أزود سلطان بس أنا لو زودت على الألف الإدارة مدير البرنامج يوقعنا ناصر الغامبي بيعين لكن سعيد أبو مشبب عمه هما أبقائل ولا أبقائل بمن تتشقق أو ان تنظرو أيوه أعم المدير أعم المدير أيوه أيوه الله يجعل والديك في الجنة طبعاً يا أبوة مشبب عشان بس الجماهير ولا نعرف هذه اسمها ايش الصحابة ذي هذا صحين عود اسمه الصحابة نعم أصحابة عود ما صنوع من ايش ما صنوع من الخشب بس ايش الخشب الميز اللي يصنعونه منه العتم غرب الغرب أحسن شيء لا هو الأفضل هو العتم والطلح ولكن يا طي العمر هذا شف تراه مبطي وعند رأيها الله يكترها بالخير من اسمها أنا مغير استلفته من عند جار اللي من شقر من هنا ومن هنا لا الحادثة صارت عليها اليوم يمصب العيش هو حر هيا شايف وهو مبطي طيب ليش يختاروا الخشب يعني يحفظ الحرارة يعني الخشب هذا هذا يطول عمره أولاً فهو تراه من الدراثة الدين ويسونه في داك وثانياً بارك الله فيك في من اسمه فهو الصحن اللي ما يغنى ولا يتقرش ولا هذا حطونا على هذا الزيت اللي عانى حتى ظني صحياً أحسن من الحديد صحياً ونظرياً أحسن وغالية أنا سمت بعضها في الباحة وصلت خمس ألف والله أنا خمس ألف ستبعه ومشبه لقيت بلف والله لقيت بلف وبلف هي غالية دي ترى خاصة العتم والطلح ورأيه والله ابن عم اللي يجي عليه السلام هو من يسمع وإن شاء الله نعوضه فأطلق من من هو من هو من هو خلنا نشكرك الله يبيض وجهك ووجهه هو وجه من يسمع سعيد بن عواض سعيد بن عواض الغامدي سعيد بن عواض التبيري الغامدي يبيض الله وجهك بسمناه كلنا شكراً على مشاركك وبشرب العواض والصحابة إنما لايش مسويناه من عندنا لكن الصحابة فاز عم بها من عندك الحمد لله لاجر الصحابة خلص الصحابة اليدي كلها في الدين الحمد لله وهنا يم غير موقع ياذا ياذا أنت مجمل ولو يعرفون كعيالك خذوا عزبتك معك في كل مكان لنكمان بالضيب في السفر ولا في المكان والله ما يقصروا نفداك ونفداك قولي الله الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية نجزاك خير ومنسمع أبتعال الله يتبيض وجهك وجه من يوحي مرهما أجيبوا الخبز السوء أهلا مكطيبة الخبز هذا الله لا يهينك تعطي المخرجين وتعطي أخويانا بس أسمع وصهم الصحابة لا يطورونها لا يطورون على مشبه ولا يخلونها بصحابة وفي الحافظة وش هي لكن لا ولا يخلوها لا إن شاء الله أنهم يغلبونها بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنهم يغلقونها جعل في العافية ها بإذن الله بإذن الله إي والله حط لخوياك أهم شيء أهم شيء حنا وكذا بطور شيخ والله بطور شيخ والله ما عليكم زود الحمد لله أزهبهم 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 أبو بجاد تعالي أبو بجاد أن تكح يمكن عشان كما من شيء تبعد لك إيه لا صح صادق وستبي بس ساعد ومشبب لهن أفش 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 جزي الموضوع لا بشربنا كلنا بشربنا بشربنا خلي بيطلع سلطان ولا الشباب ومثبت فعالي أيب الزلايل أنا كرث ماوي أنا أنا كرث ماوي أنا كرث ماوي الصباح في الارتباط من الفجر ذالحي اللي عنده فطور مثلها أنا ايه ايه انا متأكد أنك من الفجر مصحي المرأة والبنات من الفجر اللي تخبز واللي تعرك واللي تحط العيش الله يو صلح هل نعه لكم هل نعه لكم وهذا الدليل بعد إن الله موفق ورازق هل بنات رجال الحمد لله يوم خير أبشر ترى المرأة الكفو وتجمل رجلها وتجمل زوجه وتعينها على الطيب الله العظيم والله بشرك إن معنا بناتهم صالحين ومعنا نشاء صالحين ومعنا نشاء صالحين وعشان الله يصلحنا ولكم النشاء منهم عمان كل مزوجين كل بناتهم عكد الحي عطنا ساميهم الله يجعل والديهم في الجنة ويجعلهم في الجنة حتى هم توفوا محمد بن مسفر أبو وافي عملي ويابوي منكم يا الوافي مننا يا الوافي ونعم وواحد يطوي العمر نسمعني قال لها عبدالله بن فهيد الشمراني عريفة جماعته والله يجعله في الجنة ونعم شيخ من الشيخان وعيالها من طاليق توفى رحمة الله اللي هو والدان والدان من اسمه وعواضة بن سعيد بو الرجال اللي يعني ذكرت اسمه قبير ايه رجاله في الجنة الله الله و فارحة هذا المزهود عانيتي برضها نسع مني منه هل الرهوة ورجاء فيها ظني مناصر ما اخذلك حلافية ولا امك حلافية لا امي حلافية ايه نعم يعني خوالك الحلافات نعم ونعم ومع ومع والله نعم الجد من بنيت سبير والخال حلافية ويه ما ما لكم جوة والله 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 نعم بهم كلهم الحلافات من احد طبعيننا بالمنطقة الجنة أما جدانه وابوانه والله ما لحقنا ما لحيكم من دراسة ونعم بكم جميعا والله انك واضي ومشبب اليهم من عندي ذا الحين جالك تسلم من قال سالم وغانم حنا